في الوقت الذي يترقب فيه قادة الانقلاب في النيجر قرار المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إكواس غدا تنتهاء المهلة التي حددتها لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى سدة الحكم قرر قادة المجموعة الاجتماع مجددا في قمة استثنائية في العاصمة النيجرية أبوشا وحتى صدور قرارها تحرك المجلس العسكري في النيجر لمواجهة أي تدخل عسكري محتمل فأغلق المجال الجوية للبلاد واعتبر أن أي محاولة لتحليق طائرات في سماء النيجر ستقابل برد فعال وفوري إلى أين تتجه الأمور وهل تنفذ إكواس تهديدها بتدخل عسكري هذا ما سنناقش الليلة مع ضيفنا من واكشوت رئيس المركز المغارب للدراسات الاستراتيجية الدكتور ديدي ولد السالك دكتور ولد السالك أهلا بك معنا دائما في غرفة الأخبار إكواس ستعقد إذن قمة في العاصمة النيجرية أبوشا يوم الخميس لمناقشة الوضع في النيجر ما خيارات هذه المجموعة دكتور في ظل التنديدات المتتالية بهذا التحرك العسكري طبعا شكرا جزينا على الاستضافة طبعا هذه المجموعة حاليا تواجه تحديات حقيقية الاعتبارات التالية الأولا أن فيها خلافات داخلية هي المجموعة الاقتصادية دول غرب أفريقيا من 15 دولة وفيها دول من داخل أعضاء هذه المجموعة تعارض التدخل العسكري الجانب الآخر من الموضوع هو أن نيجيريا هي أكبر المجموعة واقدرها عسكريا والتي من المرجع أن تتدخل رئيسها عنده موقف من الانقلابات وبالتالي هو بالنسبة للانقلاب في النيجر كدولة محادة لنيجيريا هذا تحدي الاعتبار الثالث أن ترك الانقلاب في النيجر سيجعل دول منطقة كقطع ديمينو تتساقط واحدة الأخرى لأن شاهدنا انقلاب في مالي في غينيا كوناكري وفي بركنافاسو وإلى حد من انقلاب في تشاد وآخيرا في النيجر وفي السودان قبل ذلك إذن دول الساحل كلها ستسقط واحدة والأخرى إذا تركت المجموعة الاقتصادية هذا الانقلاب ينجح العامل الرابع لكن ألا ينجح بعد يا دكتور رويند السالك متساءل معك الليلة انتهت هذه المهلة التي عطتها إيكواس لإعادة محمد بزوم إلى السلطة وفي الوقت الحالي يتم بحث على ما يبدو أمور جديدة أو قرار ستتخذه المجموعة لاحظنا بعض الدول الغربية على رأسها إيطاليا خلال الساعات الماضية تأمل بأن تمدد إيكواس هذه المهلة هل هذا ما يتم بحثه الآن؟ ما كملت أن فرنسا تضغط كثيرا للتدخل العسكري وستحاول أن تجد إيطاليا من خلال الإكواس لكن فعلا الأوربيين فيه ثلاث دول أوربية مهتمة بالمنطقة فرنسا الموجودة تاريخيا وعمليا مستعمرة وهي المضالة لكل هذه الدول وإسبانيا وإيطاليا طبعا الإيطاليا على خلاف مع فرنسا جوهري في قضية سياسة الفرنسية في إفريقيا لأن رئيسة الوزراء الحالية الإيطالية تعتبر أن كل مآسي إفريقيا بسبب استعمار الفرنسي لكن الاجتماع الأخير هو للتوصل إلى السيناريو الأفضل لأنه خلال مفاوضات الأيام القادمة القادة الإنقلابيين في النيجر لم يعطوا أي وعود أو تنازلات لتسويت القضية لأنه سيناريو إما أنهم يعطوا مهلة أو يحد في فترة انتقالية معقولة ويطلقوا صراحة بازوم وتعود في فترة انتقالية كما يحصل لبعض القلبات الأخرى والحالة الأخرى سيناريو الآخر وهو المرجح عندي أن يحصل تدخل عسكري لإنهاء الانقلاب وقد تكون أثمان مكلفة على المنطقة لأنه بالتالي هما اليوم المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أمام هذه التحديات تجتمع يوم الخميس لحسم الخيارات الأفضل هل هناك بصيص أمل للتفاوض مع طغمة العسكرية الانقلابية في النيجر أم ترجح الخيار للتدخل العسكري على أساس النحسوم وما هي التداعيات لأنه تداعيات كبيرة للنيجر الدولة كبيرة وفقيرة جدا ومحادة لها دول كبيرة لأنها تحدث سبع دول إفريقية من أهمها الجزائر وليبيا ولكن الخيارات كلها صعبة لكن يبقى المجتمع الخميس لحسم الخيار الأفضل بالنسبة لهم وسيكون التدخل العسكري والمرجح أغلب عندي الاتحاد الأوروبي دكتور يقول أنه لا يزال هناك بالإمكان تفادي هذا السيناريو صحيح أنك ترجح سيناريو التدخل العسكري لكن سأعود لأسألك كيف يمكن له أن ينجح في هذه المرحلة إذا ما نظرنا إلى تداعياته وإلى يمكن المعارضة الموجودة حوله حتى الساعة شفتي الأوروبيين مختلفين السبب سياسة الخارجية الأوروبية علنها خيار المفاوضات أن إيطاليا تعارض التدخل العسكري لكن فرنسا تضغط باتجاه الخيار العسكري السبب أن النيجر مهمة لها اقتصاديا من خلال التزويد باليورانيوم وكذلك من أهم معاقلها في المنطقة لأنها سقطت ثلاث دول من الساحل وبالتالي عندما تسقط النيجر تصبح عمليا دول الساحل كلها سقطة لكن تداعيات كبيرة تداعيات هو فعلا التدخل العسكري إذا حصل سيحسن عسكريا لأنه أكيد أن النيجر دولة قوية عسكريا مقارنة مع الدول الأخرى مالي وبركناف فاسو والنيجر دول ضعيفة عسكريا هي القوى العسكرية في المنطقة تمتلكها قوات شاد قوات فعالة على الميدان قوات عسكرية فعالة والشريسة والقوات النيجرية بحجمها وبتسليحها لكن في كل الحالات إذا حصل تدخل عسكري سيكون بغطاء لكواس وبالفعل على الأرض فرنسي إذا تم حسم عسكريا يكون تداعيات عادية لكن إذا قد الله تشهد هذا التدخل ألا يحتاج مباركة وموافقة مجلس الآمن؟ وهذا غير ممكن لا هو القضية هنا أن الكواس في اتفاقياتها عندها اتفاقيات على معارضة الانقلابات العسكرية وهذا يشرع له التدخل العسكري لإنهاء الأزمات خاصة إذا كانت ناتجة عن انقلاب عسكري ثم أن المجلس الأمن والسلم الإفريقي يرفض الانقلابات في اتفاقياته وبالتالي القضاء على انقلاب أو يفشاله هذا جزء من شرعية من شرعية الاتحاد الإفريقي وجزء من شرعية المجموعة التصادية للدول الغربية لكن الآن سيجد مضلة فرنسية وأمريكية إذا حصل هذا التدخل أو أن التدخل فرنسي عمليا أمريكي على الأرض ولكن بمضلة إكواس طبعا هم لن يرجعوا إلى مجلس الأمن لأن المجلس الأمن ستعارضه روسيا والصين وهذا الشيء معروف بالتالي المسألة مسألة إقليمية عمليا واتفاقيات الإكواس تتيح لهم التدخل عسكريا لنهاء هذا النوع من الأزمات حذر المجلس الحاكم بطبيعة الحال في الوقت الراهن في النيجر من أي تدخل عسكري ورأيناه بالأمس بعد انتهاء المهلة مباشرة يغلق مجاله الجوي تحسبا لأي هجوم هو يتهم جهات خارجية دكتور بلربما إمكانية شن هذا الهجوم إلى أي مدى لدى الانقلابيين القدرة على مواجهة أي تطور طبعا هذا مضحك إذا قلنا أن لهم القدرة على مواجهة تدخل خارجي لأنه في قاعدة عسكرية في النيجر قاعدة فرنسية كبيرة وأهم قاعدة أمريكية في فريقيا كلها للمسيارات لدرون أمريكية موجودة في النيجر وبالتالي ليس لهم أي وسيلة لمنع اختراق المجال الجوي للنيجر هذه مسألة فقط للدعاية السياسية لأن الفرنسيين موجودون على الأرض عندهم 15 ألف عفوان وخمصبات جندي وعندهم فرقة خاصة وعندهم قاعدة عسكرية إذن هم لن يستشاروا عسكري في النيجر من أجل يتدخلوا وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية لأن كما قلت تمتلك أهم قاعدة عسكرية خاصة المسيرة ذوما أن القوات النيجرية إذا أرادت أن تدخل لن تجد قوة نيجرية يمكن أن تتدخل أمامها لكن هل تعطقت دكتور ويلد السالك أن تتحمل أوروبا في هذه المرحلة مواجهة مسلحة جديدة؟ إذا ما نظرنا أيضا إلى التأييد الشعبي الذي نراه في الشارع في العاصمة النيجر يخرج الألاف من المتظاهرين دعما لربما للمجلس العسكري الحاكم عقب هذا الانقلاب أي قرار سيتخذ هنا من قبل أوروبا؟ شفت الأوربيين في المنطقة يخافون بثلاث أمور أو يهتمون بثلاث أمور الأمر الأول مصالح حم الاقتصادية وهذا موجود أساسا مصالح فرنسية في المنطقة ونفوذ فرنسي تاريخي والعامل الثاني هو الخوف من الإرهاب لأن كل ما زادتها شاشة المنطقة وتداعية انهيار بلدانها زادت احتمالية انتشار الإرهاب في المنطقة ووصول إلى أوروبا العامل الثالث يخاف من الأوربيين كثيرا هو عامل الهجرة وكل ما زادتها شاشة الدول وانهيارها لأن النيجر فيه 27 مليون تشاد فيه مالي 21 مليون إذن كم هائل من البشر سيتحرك دول منطقة كلها ستصير هشة وهي هشة فعلا ستتحرك باتجاه أوروبا وبالتالي الأوربيين يخافون من هذه الهجرة لهذه العوامل قد يرجحون يكون التدخل بالنسبة لي لعادة نظام شرعي أما قضية الجماهير أو تأييد الجماهير للطغمة العسكرية الحاكمة فهذا معهود في الدول الإفريقية كل مجموعة إفريقية حكام جدد يجدون من الحاضنة الاجتماعية ويجدون من الفقراء والمهمشين واليائسين من يؤيدهم بالإضافة إلى عامل مهم وهو النقمة حاليا هناك توجه رفض للوجود الفرنسي في كل إفريقيا بسناء سينيغال وكونتيفور وبالتالي في الشعب النيجري عفوا النيجر في توجه كما في بركنافاسو كما في مالي نقمة كبيرة على فرنسا يعتبرون النخب والشباب في هذه الدول سنكون بانتظار كيف سيبدو الموقف داخل الكواس وطبعا في ظل تضارب المواقف الأوروبية تجاه هذا التدخل أنا أبدأ أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة القيمة من واكشوت رئيس المركز المغاربي للدراسات الاستراتيجية دكتور دي دي ويلدي سالك اشتركوا في القناة